موسيقى عرف عند مخططي المدن القديمة ان اول ما يوضع في المدينة المسجد او الجامع ثم تلتف من حوله المنازل وتصطف البيوت لتلتقي طرقاتها عند المسجد وهنا في مدينة بهلا يظهر ذلك جليا حيث يتوسط المسجد الجامع بيوت الحارات مرتفعا على ربوة صخرية خلف القلعة عرف جامع بهلا بموقعه المميز والاكتشافات الاثارية التي فاجأت المرممين اثناء عملهم في الموقع حيث قادت الصدفة في احد الايام عام 2002 الى سلسلة كشوفات مهمة في هذا الجامع عندما كان فريق الترميم يعمل على تمديد التوصيلات الكهربائية في ارضية الجامع حيث عثر على آنيتين من الحجر الصابوني تم بعدها ايقاف اعمال الترميم والشروع في اجراء حفريات في ارضية الجامع قادت عملية تتبع تلك الاواني الى الكشف عن مردم عظام يعود الى الالفية الثالثة قبل الميلاد محفور في الطبقة الصخرية التي بني عليها الجامع وقد عثر على اعداد اخرى من اواني الحجر الصابوني المختلفة والجرار الفخارية والاحجار الكريمة كالعقيق الاحمر والهياكل العظمية ويمتد هذا المردم من الجدار الشرقي داخل الجامع ليبرز خارجه كما عثر الفريق على حوائط مبنى مستطيل الشكل في ارضية الجامع وقد اتضحت معالم مداخله الثلاثة في جداره الجنوبي يعتقد بانه المبنى الذي اقيم الجامع على انقاضه وفي زاوية اخرى من ارضية الجامع عثر على كنز من العملات الفضية مخبأة في صرة يحوي الكنز تسعين درهما فضيا اقدمها درهم سكه ابو العباس عبدالله السفاح بالكوفة سنة 133 للهجرة الا ان ما يميز هذا الكشف هو انفراده بوجود عملات تسجل لاول مرة تعود الى القرن الخامس الهجري وهي من سك الامامين راشد بن سعيد والخليل بن شاذان وقد ازالت هذه العملات لبسا تاريخيا واختلافا بين المؤرخين حيث اعتقد الكثير منهم بان الخليل بن شاذان تولى الامامة قبل الامام راشد بن سعيد والحقيقة التي اظهرتها التواريخ على العبلات عكس ذلك ان الزائر لهذا الجامع ينبهر بالعدد الكبير من النصوص المكتوبة بالحبر في طبقات طلاء عمدة الجامع وحوائطه وقد قامت وزارة التراث والثقافة بتوثيق تلك الكتابات والتي تضمنت مجموعة من الاحداث امدتنا بتواريخ مهمة حمل اقدمها عام 528 للهجرة وهو ما يعني ان هذا الجامع كان قائما منذ حوالي 900 عام ويأتي هذا التاريخ ثانيا في القدم بعد النص الذي عثر عليه الباحث محمد ابن عبدالله السيفي اثناء قراءته لكتابات مسجد العق في ولاية ازكي والذي يعود لعام 502 للهجرة اما الزخارف الجصية البديعة في محراب الجامع ومنبره فقد اضيفت اليه في العام 917 للهجرة 1511 للميلاد ولا تزال هذه الزخارف كما هي عليها منذ ان تركتها يد الفنان يذكر الدكتور باولو كوستا في كتابه مساجد عمان واضرحتها التاريخية بان بعضا من زخارف محراب هذا الجامع لا مثيل لها في عمان او في اليزيرة العربية ولا يمكن العثور على شبيه لها الا في محراب قبر بمدينة همدان الايرانية قدمت الكشوفات في جامع بهلى حقائق مغيبة وازاحت اللبس والغموض عن جانب من تاريخ عمان الحافل ورصدت كتابات حوائطه تواريخ مغيبة عن المؤرخين حين دونها كاتبها وقت حدوثها نغادر هذا الموقع والجميع مدعو لشد الرحال اليه ترجمة نانسي قنقر